هذه يعتبرها من الأسرار النبوية العظيمة جدا اللي تساعد الإنسان بشكل كبير في أنه يكون في حالة استقرار نفسي وسلام داخلي الحديث هذا عظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزنه وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح وعمل الشيطان لو تراقب حياتك والكثير من الهموم اللي تعيشها والأوهام والأسف والضيق بدايتها من كلمة لو لو أني فعلت كذا لاتخرجت من الجامعة من قبل لو أني فعلت كذا لكان راتبي أفضل ووضعي الوظيفي أفضل أنت أول ما تقول لو كأنك فتحت الباب للشيطان في أنه ياخذك إلى هموم وإلى أوهام وإلى أحزان ما لها نهاية طيب شو الحل؟ الحل في العلم والمعرفة يعني يوم أنت عرفت هذا الحديث هذا العلم نور أباقي تعامل نفسك مثل معاملة الأنتي فيروس الفيروسات هذه بتهجبك يوميا لأنك متعود عليها كل ما تقول لو تذكر أن هذا قاعد يفتح لك باب للشيطان فأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول الشاعر لا ولم وكيفه قوله ذي الحمق يعترض على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق يا قلبي تنبه وترك المجود لا تقول لا ولم وكيفه وليش أنا يا الله سلم الأمر لله وثق فيه وسكر أبواب الشيطان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر